كيف أخفف أكلي وتناولي للوجبات الغذائية بطريقة سهلة وبدون جوع ومعاناة معقولها دكتور تابع الحلقة مرحبا متابع العزيز ومشاهدي الجديد معك الدكتور فراس العلي إذا كنت عاني مثلي من زيادة الوزن والسمنة تابع هذه التجربة الواقعية وتخلص من السمنة مع الدكتور فراس العلي اليوم نتكلم عن كيفية تخفيف كمية الأكل بطريقة ذكية ونحاول أن نتفق أو نضحك على العقل بهذه الطريقة السهلة أول شيء بالنسبة لي أول خطوة طبعا هو بالنسبة لي تخفيف الوجبات نبدأ بالطريقة التالية هي طريقة بيجوز سهلة وتكون مضحكة شيئا ما ولكن أنا أتبعها وأنا أقاسمك إياها من قلب الحدث ومن تجربتي كنت أكل يجب تغيير أطباق الأكل أطباق الأكل تلعب دور كبير أنا كنت أضع الأكل بكميات بهذا الطبق وهذا أعتقد أنه طبق عنا كالمعتاد عن كل الشعوب كبير نحب النوكل بطريقة كبيرة ومملوء غيرت هذا الصحن لصحن أقل منه نوعا ما أصغر أيضا طبعا لازم يكون مسطح نفس النوعية يكون مسطح لأن هذا يكون أكبر فتخفف من حجم الصحون إلى أقل صحن ممكن قدر الإمكان ولكن بشكل تدريجي يعني تخفف من الأطباق حجم الأطباق بشكل تدريجي وبهذه الحالة تقدر أن يعني بطريقة ذكية أن تقنع العقل وحالتك النفسية أنك تأكل صحن كامل ما تغير عليك شيء وبذلك خطوة بخطوات تخفف من كمية الأكل ويتعود على العقل ويصلوا إشارات للمخ للقائد العام أنه ترى إحنا نوكل كمية كافية بصحن كامل مو أنك تأخذ صحن كبير وتقعد تحط ربعه ونصفه لا هذا ما رح يشتغل لأن العين اللي توكل سامعين بيها المثال العين اللي توكل فيجب أن تملأ هذا الصحن الأصغر بكميات كبيرة وعينك يعني تساعدك بالشبع ها نوكل ولي بالنسبة للمعالق طبعا هاي معلقة ديناسور معلقة أو خاشوقة في كل بلد إلها تسمية فكتب بالتعليق شي سموها عندكم هذي في لغتكم أو في لهجتكم الملعقة باللغة العربية هاي ملعقة أعتقد ديناسور ولكن تخفف أيضا إلى حتى توصل بمعلقة صغيرة أما توكل بمعلقة صغيرة مع الوقت يزيد عدد مرات مضغك للأكل يزيد عدد مضغات للأكل وبهذه الحالة تطول فترة تناولك للوجبة الغذائية وبعدها يوصل إشارات للمخ ولمركز الشبع أنك شبعت لأن إحنا نشبع بفترة معينة بعدها نتحدث هنا في حلقات أخرى ولذلك عندما تمضغ الأكل بطريقة بطيئة هذا يساعدك أيضا على تخفيف كمية الأكل ويوصل إشارات مرة أخرى للعقل أنك للسنتر المسؤول عن الجوع والشبع أنك شبعت ثاني شيء إذا تحب تناول المياه الغازية ما أحب أجيب أسماء تجارية إذا كنت تشرب ماء بمثل هذا أو لتر ولترين على القعدة بعد ما توكل للتهظيم فخفف يا أخي إذا ما تقدر تقطعه لا أنصحك أنك تقطع هذه الأمور بشكل مفاجئ خفف بطريقة تدريجية فهذه من أسهل الطرق لتخفيف كمية الوجبات الغذائية بدون معاناة كبيرة ولكن بشكل تدريجي اشتركوا بالقناة وتابعوا الحلقات وأحبكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا